اليوم بدنا نشرحنا أربع نواع عن الصور مهمة لكل المصورين شو استخداماتهم، ميزاتهم، عيوبهم وكيف ممكن نستفيد منهم قبل ما نبدأ خلينا نفهم شو يعني نوع الصورة كيف الصورة إلها نوع؟ شو القصة؟ تخيل معاي أنه أنت بدك ترسم رسمة في عندك أكثر من طريقة أنه أنت ترسم هاي الرسمة أو تحتفظ بهاي الرسمة ممكن أنت تجيب ورقة أفور ترسم عليها بقلم رصاص أو ترسم عليها بقلم حبر ممكن أنت تجيب كانبس ترسم عليها بألوان زيتية ممكن أنت تجيب بلوع حجر وتنحت عليها الرسمة كل واحدة إلها طريقتها في عرض الألوان وعرض الرسمة وكل واحدة إلها ميزاتها وعيوبها نفس الشيء الموضوع للصورة الصورة اللي أنت بتشوفها على تليفونك أو لما تشوفها من اللابتوب الصورة اللي بتلتقطها كاميرتك كل واحدة إلها نوع مختلف إلها طريقة حفظ مختلفة باختلاف طرق الحفظ صار عندنا أكثر من نوع للصورة بالإنجليز يسميه image extension أو file extension اللي هو لما تفتح الصورة على اللابتوب بتلاقي الاسم تاع الصورة نقطة بعدين أحرف هاي الأحرف اللي هو الامتداد بتاع الملف أو امتداد الصورة فمثلا الموسيقى في عننا امتداد اللي هو mp3, الفيديو في عننا امتداد اللي هو mp4, الصورة في لها أكثر من امتداد بدنا نحكي عنه في مرادث ممكن نحكي اللي هي صيغة الصورة أنا تبسيطاً للأمور بدي أحكي نوع الصورة, نبدأ بأول نوع اللي هو صورة RAW, صورة RAW طب معناها الصورة الخام يعني الصورة بتطلع من الكاميرا من غير اي تعديلات جودتها جدا جدا عالية على امتدادها بختلف من كاميرا لكاميرا فمثلا الكنون امتدادها .CR2 وصار CR3 على الكاميرات الحديثة عن نيكون .NEF السوني .ARW ميزت هذا النوع انه جودته جدا عالية وبساعدك كثير لما تيجي تعدل على الصورة بعد ما تلتقطها لكن شو المقابل المقابل او عيوبها الصورة مش كل البرامج او المواقع او الاجيزة بتفهمها ما بعرفوا شو هي فالتليفونك ما بعرف شو يعني صورة RAW ما بيفهمها بيعطيك شرط استفهام او error نفس الاشي مواقع التواصل اجتماعي ما بتعرف شو يعني RAW اللابتوبات زمان ما كانت تفهم شو يعني RAW بعطيك شرط استفهام او انه يفتح على برنامج editing لكن على الويندوز 10 حاليا بتقدر تفتح الصورة RAW طبيعي زي اي صور ثانية لكن بدك تروح على المتجر وتنزل اشي اسمه RAW extension طب يليو انا شو بدي بالصورة اذا انا ما بقدر انزلها لا على تليفوني ولا على السوشال ميديا ولا بقدر اعمل فيها اشي ولا بقدر اطبحها حتى الفكرة حبايب انه بتعطيكو امكانيات اكبر واوسع بالإديتنج ما بدي اشرح كثيرا على الموضوع في فيديو سابق على قناة على اليوتيوب شرحت فيه ايش امكانيات الصورة RAW ليش احنا بنستخدمها فبناء عليها صارت المشاكل انه انا خلاص بدي اشوف الصورة مباشرة او بدي انزلها على السوشال ميديا ما بدي اعمل editing مثلا مع انه ما كانش فيه سوشال ميديا وقتها لكن الفكرة انه انا بدي اشوف الصورة مباشرة مثلا هون اجي الحل اللي هو النوع الثاني من الصور واكثر شهرتان ويمكن سمعتوا فيه اللي هو جي بيج جي بيج اختصارا لجوينت فوتوغرافيك اكسبرتس جروب هذول مجموعة من الناس اخترعوا هاي الصيغ او النوع من الصور والهدف انه بدنا صورة ممتازة جودتها تكون ممتازة لكن حجمها التخزيني قليل ايش يعني الصورة جي بيج تفتح على تليفونك تفتح على السوشال ميديا على بتوبك حتى على كاميرتك الصورة اللي انت بت تشوف لما تقلب الصور هي جي بيج مش رو شاشة الكاميرا ما بتفهم شو يعني رو فقط المعالجة اللي بيطلع صورة الرو فالجي بيج جودتها جيدة مش ممتازة لكن على حساب حجمه الصغير للملف فالفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي بهم هاي الصور مشان الموقع ما يعمل لودنج وانت بتقلب فيه فبدي صورة ممتازة الجودتاعتها جيدة وحجمها صغير فهون انت بتيجي بتاخد صورتك الرو بتعمل كل التعديلات اللي بدك ياها بعدين بتحتفظ فيها وبتخلي نوحها جي بيج بعدين تبعثها على الفيسبوك طيب يا ليو انت حكيت قبل شوي انه جودتها جيدة اذا انا بدي جودة ممتازة للصورة شو الحل هنا ننتقل للنوع الثالث من الصور اللي هو البي ان جي بورتابل نتورك غرافيكس البي ان جي اللي هي صورة جودتها ممتازة جدا هاي كواليتي لكن على حساب حجمها هلا انت بتقدر ترفحها على الفيسبوك على السوشال ميديا وتليفونك بتعرف عليها لكن خبرتكو قبل شوي انه مواقع التواصل الاجتماعي ما بدأ الصورة حجمها كثير كبير تعمل لودنج على الموقع ما بزبط الناس بتزهك فباخذ الصورة البي ان جي بحولها لنوع جي بيج مواقع التواصل الاجتماعي بتقرأ البي ان جي لكن بتحولها لجي بيج ما بتحافظ على نوح بتغير نوح في ميزك ثاني كمان مهم للجي بيج لو مثلا عندي اللوغو تاع اللوغو تاعي يعتبر صورة انا بدي احتفظ فيه اطلعته من الفوتوشوب بنوع جي بيج رح تلاحظوا انه وراه رح يصير فيه ابيض فلو اخذت هذا اللوغو انا حطيته على بوستر او على الفيديو تاعي رح يظل الابيض م موجود طب انا بدي اللوغو لحاله او بمعنى اخر خلفيته شفافة هون بنحتفظ فيه بصيغة بي ان جي او نوعه بي ان جي البي ان جي يدعم لترانسبيرانسية او يدعم الشفافية فهون انت اللوغو تاعك لازم تحتفظ فيه بي ان جي حتى رايحك بالشهر خلص بتاخذه بحطه على الفيديو اليوتيوب عندي بطبعه على استكارات مثلا الى اخرين يحكي عن النوع الرابع هلا هو مش صورة يعني هو ما بين الصورة والفيديو واكيد سمعت عنه كل يمكن تستخدموه لهو جي اي اف او بلغ والعامية بنحكي له الجيف الجيف اللي هو مجموعة صور متتالية بتعطيك حركة او بنسميها انيميشن الجيف هدفه انه يعرض لك مجموعة صور متتالية فقط مش فيديو فهو حجمه كثير صغير عليه باستخدموه السوشال ميديا بالكومنتات يعني في موقع اسمه الجيفي تقدر تلاقي عليه الجيف حجمه كثير صغير وما بتعمل لودة لكن بالمقابل جودتها جدا 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 سيئة الهدف من الجيف مش تعرض اعلى كواليتي للصور الهدف منه انه يعمل انيميشن بسيط اتمنى تكونوا استفد اشتركوا اليوم اذا عندكم مصطلحات حابين نحكي عنها بالفيديوهات الجاي بتقدروا تبعثوا على الفيسبوك والانستجرام ليو.حماتي واتذكروا دايما حبابي انه كل شخص فيكم مبدع بس بطريقته الخاصة يعطيكو العافية